شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتجليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وخل الاجتماع لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على الترخيص الصناعية لفت مدبولي إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار تسع رخص ذهبية بالفعل مشيرا لاستمرار الإجراءات حاليا لإصدار رخص جديدة قريبا